اللي حبيتيه في شادية كل حاجة هي انا عمري ما عملت شخصية ما فيهاش حاجة مني فهي يمكن لمستني قوي عشان فكرة ان هي قاعدة بمامتها وبعد كده انا عشت الظروف دي انا قاعدت بامي ودلوقت قاعدة بابويا يا رب ربنا يخلي ويدي له الصحة وطلت لأمي وبابا داخل شوية على سنة زهايمر فالموضوع مستني قوي كده فهو ده اكتر حاجة مستني قوي حسيت ان انا عايزة اغوز بقى جوا الشخصية دي وعيش معي حسيت بمي وهي بتواجه لما والدتها كانت عايشة لارحمها ولما والدك دلوقتي ربنا دي له الصحة في مرض وحس ان انت ده جزء منك انت وانت بتمثلي لا انا ده انا اه جدا يعني حتى قلت للمخرج والستاذ معتز قلت له انا دي اكتر حتة لمستني لان انا وانا بقرأ الورق عط عيط اصلا لان كان موضوع مرض بابا لسه قريب وكان مؤثر فيها جدا لان انا اخويا عايش برا مصر واختي عايشة في طنطة هم مش قصدين يعني مش قصدين ان هم يتخلوا عن المسئولية مش زي الكلاب دول خلال مش زي المسلسل عجيب ده لكن هم يعني لظروف خارجة عن ارادتهم هم مش قادرين يشاركوا معي في المسئولية بس فانا شوية ببقى جمدة وببقى قادرة وشوية ببقى مش قادرة يعني فحست قوي ان انا يعني ان ده اكتر جزء لمسني وموضوع برضو تأخر فين الجواز اه لان انا برضو كما اي انا ما جوزتش بادري خالص على فكرة جوزت عندي 34 سنة وكت دايما خلفاتي دايما مع ماما عشان قصة الجواز هي لها متطلبات معينة وانا لها متطلبات تانية خالص فطبعا الصراع الابدي بين الجيل القديم والجيل الجديد فانا اخدت وقت كبير عقوي اصلا عبل ما اخد قرار الجواز برضو